بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخواني الكرام مرة اخرى هنيجي مع بعض ونشوف فكرة عملية الاتصال والتبديل ما بينهم كمان هنا ممكن نستغنى عن الحاجات دي ونخليها هنا بشكل اساسي داخل الكلاسس بحيث ان انا ما عادش استخدام او اختراع العجلة مرة تانية بكل مرة هطلب ان انا اخز البيانات ديت على الكونستركت فبالتالي هنقل الانكابسوليشن بتاعتي احطها بشكل اساسي جوه الكلاس وخلاص انا كده كده جبت اتصالي بقاعدة البيانات وممكن استغنى عنهم تماما فبالتالي انا بس بوريك ان احنا ممكن نعمل اكتر من طريقة عشان ابدأ استخدم الكونستركت بتاعتي مجهزة ما فيهاش اي مشكلة كذلك الامر هنا هاجيب الباس بتاعي وهحط هنا عندي في الكلاس بتاعي هنيجي هنا بقا للموديل هاجي هنا هقول للموديل او خلانا اقول البايز موديل البايز موديل ده اللي هبدأ فيه للتبديل ما بين كل كلاس والتاني او عملية الديبندنسي انفرجن اللي اتكلمنا عنها قبل كده فهاجي هنا هقول النيم سبيس اليمينيتز داتا بيز وهقف على كده محتاج ان انا اعمل كلاس خلين اقول كلاس وهقول البايز موديل اللي هيكون فيه جواه بشكل افتراضي public function construct و اللي هبدأ من خلاله بعملية التبديل ما بين كل كونيكشن والتاني فنظرا الى الديتابيز بتاعتي انا هقول له درايفر بتاعي وممكن هقول له الاسكيرات وممكن اشتغر الاسكيرات بشكل مباشر لكن خلينة اقول ان انا لدي عايز احدد منه نوع الاتصال بتاعي فهاجي هنا للبيز موديل هاجيب نفس الكونيكشن بتاعتي اللي هي دي او نفس بينات بس هاجي هنا هقول ان انا عندي لدرايفر هاجي هنا هقول لدرايفر فقط اللي انا من خلالهuer عمالت falta انه هو عندي هنا MySQL فهعمل statement في حالة اني انا عندي MySQL connection على طول هشغل الكلاز الخاص بالMySQL او لو عندي SQL هشغل الكلاز الخاص بالSQL فهجي هنا للباز موديل هقولي ان انا عندي Fnlconfig بتاعي يساوي يساوي MySQL هبدأ هنا هعمل protected DB او DB وهيكون برضو من نوع pedo عشان يجيب لي الpedo في النهاية بعد العملات الاتصال فهجي هنا هقوله تفضل ادي this pedo وخليني قبل ما اشغل الانكابسوليشن بتاعتي او الproperty بتاعي هجي هنا هقول الميسكل وهجيب الميسكل connection class وهبدأ اعمل له new بس هيكون as a instance وهبدأ اجيب منه نفس الget pedo function فممكن اجيبها بشكل مباشر هنا واحطها على الpedo فكده انا عملت الاول اتصال بتاعي وخزنته عندي هنا في الdatabase ممتاز جدا هنا هقول database else f ان انا عندي ان الconfig ده asqlat asqlat هعمل نفس الكلام وهاجي هنا هقول asqlat connection وهجيب برضو منه الجهد بها دو فكده عملنا خزنا الاتصال بتاعنا هنا ممكن احولها كمان من خلال الانترفيس اي ان انا لازم ابعد من خلال الانترفيس البيانات بتاعتي على الconfig لكن انا هخليها بالشكل ده عشان يبقى عندي فيه امكانية التوسع داخل الكود بتاعي فهرجع هنا هقول else وهعمل هنا exception اقول له database driver not supported بس هجيب اللوج بتاعي اللي هو الكلس واحنا كده يكون خلصنا عملية الاتصال بالشكل اللي احنا جهزناه عملنا database property اللي من خلاله هوصل لكل حاجة داخل قاعدة البيانات بعد تجهيز الاتصال بشكل مباشر نقف على كده نكمل الدرس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته